شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة تنفيذ مرحلة رئيسية للمشروع تيك تيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام مقالدات الرماية المايلز يأتي المشروع في إطار خطة التدريب القطالي لتشكلات ووحدات القوات المسلحة حيث تضمنت المرحلة عرض الفكرة التيك تيكية والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنفيذ للمشروع باستخدام نظم ومقالدات الرماية المايلز لتحقيق الواقعية في التدريب والتقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة وما وصل إليه القوات من مستوى راق في تنفيذ المهام المقططة والطارئة بكفاءة عالية ونقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في استوب تنفيذهم للمهام المقططة وفرض عدد من المواقف التك تيكية الطارئة التي أظهرت القدرة على اتخاذ القرار السليم لمواجهة كافة التغيرات أثناء إدارة المشروع